أحمد منسي أيقونة الفداء اللي اسمه بيمتد لقائمة فيها أسماء لا تعد ولا تحصى وأعتقد لا تنتهي أدموا أروحهم الغالية فداء لهذا الوطن علشان نحيا أمينين سالمين مطمئنين في هذا الوطن اسم أحمد منسي حيفضل محفور بحروف من ذهب وبطولات العسكرية المصرية تظل دائما هي الأعظم واللي الحديث عنها الحقيقة حديث يعني مؤثر جدا ولما بنحتفي بذكرى لقواتنا المسلحة بيبقى الحقيقة حديث قريب جدا من القلوب فتحية لكل شهداءنا وتحية لأهلهم وتحية غالية لأروحهم الغالية يعني لولاهم ما كناش هنقدر أن احنا نعيش ونكمل في هذه البلد وأعتقد أن مصيرنا كان هيبقى مصير مختلف لأنهم تصدوا بأروحهم وكانت بالنسبة لهم لحظة يمكن إحنا لما بنشوف الفيديوهات بتاعت الاستشهاد بنبقى مش قادرين نستوعب إزاي الشخص ده البطل ده عدى باللحظات اللي إحنا وإحنا قاعدين بنتفرج عليها جسمنا بيأشعر وبنبكي هو كان عامل إزاي واللحظات دي كانت عليه عاملة إزاي إحنا يمكن النهاردة بنحتفل بالذكرى الستة لملحمة كمين البارس وهذا الكمين اللي تشهد فيه البطل أحمد منسي ورفاقه وهما بيدفعوا عن كمين البارس بمدينة رفح ودي معركة طبعا يعني تعد من أهم المعارك اللي خضها جنودنا البواسل ضد الجماعات الإرهابية الموجودة في شمال سينة زي ما حضرتكم عارفين الملحمة دي بتدت ساعة 4 الفجر يوم 7 يوليو 2017 ويعني بدأت بظهور سيارة مفقخة من بعيد وبتدت الحراسة تنادي حرى السلاح لتعلن بدء ملحمة جنود الجيش المصري البواسل ضد الإرهابيين ربنا يا رحم كل شهداءنا يا رب وتظل دايما أسميهم ريات مرفوعة شعرهم دائما يعني أمن هذا الوطن واستقراره ويعني الشعور بالأمن والسلم ده شعور غالي جدا الحقيقة وهم بيدفعوا أرواحهم تمن هذا الشعور